خمسون حالة جديدة أضيفت على مجمل الحالات الخطرة جراء فيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط ليصل العدد الكلي للإصابات الخطرة إلى ثلاثمائة وخمسين إصابة وهي قفزة نوعية لها دلالات وانعكاسات خطيرة على المدى المنظور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا التدهور السلبي اليوم احنا بفترة اللي لازمة يكون فيها وضع على المستشفيات كتير هويا and then there's noarf عملية لحلول مستشفيات بس اليوم احنا بنصل لوضع انه احنا بالسيف in the اللي هي في فترة اللي لازم تكون في عندك يعني من ناحية الاقصام الداخلية يكون عندها قلت ضغوطات في عندك ضغوطات قبل الكورونا عشان هيك معقول نوصل لوضع انه 노نج بنعمل على الإغلاق مش ب Spotify calling it bulls gonna be a bs per seç Coronه باستوبا بجبا بضغوطات على الأقصام الداخلية في المستشفيات بتأمل من نصيش لإغلاق بس كيف إحنا ماشيين وكيف الأرقام ماشي بتنبئ أخبار مش مليحة ورح تفرج ارتفاع كثير عالي في الحالات الصعبة والوفيات وفي المجتمع العربي تبدو المعطيات أكثر قلقا في ظل استهتار الكثيرين بالتعليمات وخاصة بما يتعلق بالأعراس وعدم الالتزام بالشارة السعيدة والشارة الخضراء حيث تشير المعطيات إلى أن 50% من الحالات الخطيرة في المجتمع العربي هم من فئة الشباب احنا شفنا بالجولة الثالثة نسبة الوفيات والحالات الصعبة في المجتمع العربي أعلى بكتير المجتمع الهودي وبالأعمار الصغيرة ليش النقطة هاي مهمة؟ لأنه احنا عنا اليوم الخلفيات المرضية السكري والضغط والسمنة عادة متبلش بالعمر الاربعين وخمسين اليوم احنا عم نشوف بالمجتمع العربي أنه بالعمر الثلاثين في عنا خلفيات مرضية يعني مجتمعنا هو أخطر بخطورة في عنا أخطر خلفيات مرضية بعمر أصغر وإحنا من دير بالناها قال ورغم حملة التطعيمات بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكورونا إلا أن وطيرة انتشار الوباء ما زالت في منحة صعودي وقد تزداد هذه الوتيرة خلال الأسبوع القادمة مما يستوجب فرض إجراءات أكثر صرامة كفرض إغلاق شامل على البلاد وهو ما لا يحظى بإجماع كافة أطراف الحكومة الحالية حتى الآن